أكثر من 1500 مشارك جذب اسم سمير قصير وبعد مرور عشر سنوات على رحيله صحفيون الشباب عرفوه من خلال كتاباته تنافسوا على جائزة سمير قصير لحرية الصحافة لعام 2015 هو الذي شكل رمزا وحافزا بالنسبة إليهم نحو صحافة نقضية في سبيل تأسيس أسس ديمقراطية في منطقتنا على مدى عشر سنوات ولا يزال حرص الاتحاد الأوروبي على دعم هذه الجائزة سيصركم أن تعرفوا أن في هذا العالم تلقت لجنة التحكيم 258 طلبا هذا عدد كبير جدا وهذا أمر يعبر عن الرغبة في المشاركة وقد تأتى العدد الأكبر من تلك الطلبات من مصر يليها لبنان وثم سوريا عشر سنوات نحن يا سمير نواجه موتك وموتنا وموت شعوب انفجرت مطالبة بالحرية الكلام للإعلامية زوجة الراحل جزال خوري لو يوجد اليوم طبقة سياسية أخرى بعيدة عن الزبائنية الصغيرة والمذاهب الضيقة في كل التفاصيل لكن تجنبنا قوانين رجعية وسياسات انتهازية بدءا بقانون الانتخاب والأحوال الشخصية إلى إدارة سيئة للاجئين إلى دخول لبنان في معارك دونكيشوتية لا أمل فيها ومن الفائزين الثلاثة هشام الناع من مصر عن فئة تحقيق استقصائي في مصر عندنا الأسواق الشعبية منتشرة بمصاحيق التجميل مجولة المصدر من هنا بدأت الفردية للتحقيق واشتغلنا عليها وثبت في التحقيق أن هي غير أمينة خالص وأن هي بتسبب حروق من الدرجة الثانية والدرجة الثالثة وعن فئة التقرير التليفزيوني والسمع البصري محمد نور أحمد فلسطيني سوري تسلمت الجائزة عنه نسرين حبيب إن شاء الله بنقدر من خلال هذه الجائزة نوصل صوت أكثر من 20 ألف ما زال محاصرين داخل مخيم اليرموغ ومناطق أخرى بسوريا بكتب اسمك يا بلادي على الشمس الما بتغيب هيصلك شعب ماتوا ما تعب أما عن أفضل لمقال رأي فكانت الجائزة من نصيب أيمن الأحمد سوري الجنسية يقطن في تركيا والتي لم يتمكن من استلام الجائزة كونه خارج لبنان